السلام عليكم ورحمة الله بكل صدق لم اكن اتحدث حقا عن هاتف انفينيكس جي تي 10 برو ثم رأيت هذا التصميم الرائع مع هذا اللون الغريب والذي ياتي مع 8 جيجا بايت وذاكرة تخزين داخلية 256 جيجا بايت ومعالج دايمن سيتي 8050 وشاشة بمعدل تحديث 120 هرتز من نوع اموليد وكل هذا بسعر حوالي 250 دولار فقط ومن انطباع الاولي اعتقد انفينيكس قد انشأت اخيرا هاتف يستحق اهتمامك كل التفاصيل عن هذا الهاتف في هذا الفيديو رح استعرضها معكم انا علي سهيل بسم الله نبدأ بالنسبة لمكونات العلبة طبعا سيكون هناك علبتين العلبة الاولى علبة البيع للتجزئة والتي تحتوي بداخلها على الهاتف والغلاف البلاستيكي وكبل الشحن والشاحن بالاضافة الى لسقة حماية الشاشة اما اول 5000 شخص سيطلبون هذا الهاتف فانهم سيحصلون على صندوق خاص يسمى مجموعة الالعاب والذي يحتوي على حقيبة حمل من كيليفار وبجانبها قماش الاصابع ومشغلات الكتف الميكانيكية بالاضافة الى الصندوق الذي يمكن ان تجعله كمكبر للصوت بالاضافة الى انه يصلح كقاعدة للشحن اما من ناحية التصميم فلدينا تصميم الميغا الالكتروني هذا والذي يستمد الالهام من الخيال العلمي لذلك لدينا هذا اللون الاسود الجميل والذي يسمى سايبر بلاك بالاضافة الى الميغا سيلفر والوايت كوروماتيك شيل والكثر ما يلفتك في ظهر الهاتف هو وحدات الكاميرات الكبيرة مع خمس شرائط LED موجودة داخل هذه الوحدة نفسها كما يمكن تخصيصها اثناء ورود مكالمة او اشعارات الهاتف ولكن للاسف فظهر الهاتف يأتي من البلاستيك الشفاف والذي يمكن ان ترى ما هو موجود بداخله كما هو الحال في هاتف نوثينك الاصدار الاول والذي اصبح اكثر تطورا ولكن لا يمكنني اللوم على انفينكس فعليها ان تخفض بعض التكاليف ليكون سعر هذا الهاتف في المتناول وبصرف النظر فانما يجذبني بالنظرة الاولى الى هذا الهاتف وهذا التصميم الجميل مع تداخل الالوان الرائع بالاضافة الى الاطار المسطح والذي يأتي اسفله مدخل الشحن من نوع تايب سي كما لدينا مدخل ثلاث ونصف ميلي متر لسماعات الرئيس ومكبر الصوت وميكروفون المكالمات اما على الجانب الايمن فلدينا مدخل شريحتين سيم كارد كما يدعم ادخال بطاقة ذاكرة التخزين خارجية وأعلى الهاتف يحتوي على مقبر الصوت الثاني وميكروفون لعزل الضوضاء والجانب الايسر يحتوي على ازرار رفع وخفض الصوت بالاضافة الى زر الطاقة وكما ترى لا يوجد مستشعر بصمات الاصابع في زر الطاقة لانهم قاموا بوضع هذا المستشعر في الشاشة الرئيسية كما يأتي الهاتف بسماكة 8.1 مم ووزن الهاتف 188 غرام لذا فان وزن الهاتف خفيف ومسكته باليد مريحة جداً بسبب هذا الشكل الصندوقي او المسطح اما وقد وصلنا الى الشاشة حيث تأتي بحجم 6.67 بوصة بدقة Full HD Plus LTPS من نوعية اموليد مع معدل تحديث 120 هرتز ومعدل استجابة لللمس 360 هرتز ومعدل سطوع الشاشة جيد جداً يصل حتى 900 شمع والالوان تأتي بدقة 10 بيت والوان الشاشة مضبوطة بشكل جيد بالمقارنة مع هذه الفئة السعرية وستحصل على دعم يوتيوب HDR وكذلك نتفليكس وحواف الشاشة تبدو متساوية مع ثقب في منتصف الشاشة ونسبة الشاشة الى جسم الهاتف هي 93% كما يحتوي على مكبران للصوت ستيريو والصوت الخارج منه جيد جداً وهذه عينة من الصوت الخارج من هذا الهاتف أتمنى تعطيني رأيك فيها أسفل بالتعليقات أما من ناحية المعالج والأداء فهذا الهاتف هو موجه للأداء والإنتاجية حيث يحتوي على شريحة ميديا تيك دايمن سيتي 8050 والتي تأتي بدقة تصنيع 6 نانومتر بسرعة 3000 جيجا هرتز وأعتقد أنها إعادة تسمية المعالجات دايمن سيتي 1200 و1300 كما يأتي الهاتف مع رام 8 جيجا بايت من نوعية LPDDR4X و256 جيجا بايت ذاكرة تخزين داخلية والتي تأتي من نوع UFS 3.1 مع نظام تبريد مكون من 11 طبقة من الجرافيت وكل هذا يعطيك أداء رائع بسعر 250 دولار فقط ومع مقارنة هذا الهاتف مع عدد من الهواتف الأخرى والمعالجات من الفئة السعرية القريبة منه حيث تفوق على جميع هذه الهواتف ومنها ريدمي نوت 12 برو بلاس ورلمي 11 برو بلاس وبالإضافة إلى بوكو X5 برو وهاتف نوثينج وون حيث حصل على أكثر من 674 ألف نقطة في اختبار بنشمارك انتوتو وجميع الهواتف التي ذكرتها تعتبر أغلى سعر من هذا الهاتف وأيضا في اختبار 3D Mark أعطى استقرار يصل حتى 97% وهذا أمر جيد جدا وأيضا مع اختبار الاختناق الشديد لمدة 15 دقيقة أعطى أداء جيد وحتى بعد 30 دقيقة بقي أداء الهاتف فوق نسبة 73% طوال مدة الاختبار أما في اختبار الألعاب فبقية لعبة S-Field تعمل بشكل رائع بدون أي تأخير كما يمكن تشغيل لابة Call of Duty Mobile على أعلى أعدادات الجرافيك والفريم ريت على الماكس مع معدل إطارات عالي وإداء هذا الهاتف رائع بالألعاب وكذلك لم يكن هناك أي تأخير أو اختناق حراري في هذه اللعبة وكان الأداء سلسل ولكن مع لعبة Genshin Impact كان هناك بعض الفريمات الهابطة ولكن إذا سألتني فهذا أمر طبيعي لأن هذه اللعبة تحتاج إلى متطلبات عالية جدا كما ويتميز هذا الهاتف عن بقية الهواتف حيث هناك إمكانية تخصيص أزرار الصوت في الألعاب كأطلاق الرصاص والتزحل فزر رفع الصوت يؤدي إلى أطلاق الرصاص وزر خفض الصوت يؤدي إلى القفز أو الانزلاق في لعبة Call of Duty Mobile ولكن عندما تلعب ألعاب يجب عليك تشغيل وضع الأداء لاستخراج المزيد من الطاقة وبما أن وصلنا إلى الطاقة فإن هذا الهاتف يأتي ببطارية كبيرة بحجم 5000 ملي أمبير وتدعم سرعة شحن 45 واط وعمر البطارية جيد جدا حيث يستمر معك طوال اليوم ويستطيع شاحن 45 واط شحن الهاتف من 0 إلى 100% خلال ساعة واحدة فقط ولو انتقلنا إلى النقطة السلبية في هذا الهاتف فهي الكاميرات فعلى الرغم من أن المستشعر الموجود في هذا الهاتف بدقة 108 ميجابيكسل إلى أن الهاتف لا يحتوي على مستشعر للزاوية العريضة ويحتوي على كاميرتين فقط بدقة 2 ميجابيكسل واحدة للعمق وواحدة للماكرو والكاميرا الأمامية تأتي بدقة 32 ميجابيكسل ومع هذا فأعتقد أن كاميرات 2 ميجابيكسل أعتقد أنها لا تنفع لشيء ويمكن أن القول أن هذا الهاتف غير مخصص لعشاق التصوير وأنه موجه فقط للألعاب والأداء ويمكن أن ترى ذلك من خلال تطبيق الكاميرا حيث يبدو قديم نوعا ما أما أداء الكاميرا الرئيسية فهي مقبولة نوعا ما حيث تكون في وضح النهار الصور جيدة بينما يكون هذا التأثير الغريب في الأشجار من حيث إضاءة التفاصيل في الأوراق بينما يكون الوضع أفضل في الإضاءة الخافتة ولكن ضع في حسبانك أنك لأن تحصل على كاميرات عالية الجودة كما يمكن للكاميرا الرئيسية تصوير فيديو بدقة 4K 30 إطار بالثانية أما الآن فماذا عن نظام التشغيل حيث يأتي هاتف انفينيكس جي تي 10 برو مزود بنظام XOS المعتمد على نظام أندرويد 13 وهو يشبه نظام MIUI في لوحة التحكم وهو يعمل بشكل جيد ولا يحتوي على إعلانات ولا إشعارات غريبة ولا برامج بلوت وير ورغم ذلك فهو يحتوي على 19 تطبيق مثبت مسبقا يمكن إلغاء 7 منها وبصرف النظر فقد وعدت انفينيكس بتحديث نظام التشغيل لمرة واحدة فقط وسنتين من تحديثات الأمان وهذه نقطة صلبي أتمنى لتعدى رأيها لاحقا شركة انفينيكس أما بالنسبة لأداء الشبكات فقد حصل على 14 نطاق من شبكات 5G بالإضافة إلى واي فاي 6 وبلوتوث 5.3 ودولفور جي فوليت وخاصية NFC للدفع والذي يعجبني في هذا الهاتف هو أن وزنه خفيف وأداءه بالألعاب عالي وسعره ممتاز حيث يستهدف هذا الهاتف جمهور الألعاب وهو يحتوي على أفضل قيمة مقابل السعر في هذه الفئة السعرية وليس فقط لللاعبين ولكنه ممتاز أيضا في الاستخدام الطبيعي وتصفح السوشيال ميديا وأيضا باحتوائها على مقبس 3.5 مم يقدم أداء صوتي مميز وبما أننا وصلنا لإنهاية الفيديو إذا كنت غير مشترك بالقناة أتمنى منك تشترك معي بالقناة وتفعل جرس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب لك والسلام عليكم ورحمة الله